صباح الخير طلاب أنا مدرسة اللغة الإنجليزية هند خالص في ثانوية الأقصى الأهلية للبنين هذا الدرس للصف الأول المتوسط درسنا لهذا اليوم الوحدة الثالثة الدرس الثالث رجاءً افتح كتاب الطالب الكتاب الملون على صفحة 22 here we have unit 3 lesson 3 هنا عدنا الوحدة الثالثة الدرس الثالث the title of our lesson is I finished my work as you see other pictures in front of you in your student book here we have Gail this Gail is doing some works in the home so now we will know which work or things does she do in her home مثل ما دا تلاحظ اهنانا بهذه الصفحة اهنانا عدنى فتاة ابنية دا تعمل بعض الأعمال بالمنزل فسانويةكم رح نعرف شنية الأعمال اللي يسوينا ياها بالبداية انويةكم رح نستمع إلى الأوديو الأوديو شنوى؟ رح يقوليني الأعمال اللي سوى تسوانيها على شكل song سوانيها على شكل أغنية تمام لأننا نشكاتب لك كاتب لك sing a song غني الأغنية هذي الأغنية استمعوا ويايا بعد ما نستمع للأوديو آنياكم نرجع نقرها مرة ثانية ونشرحها وناخذ معانهين جديدة ركزوا ويايا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الآن أنويةكم رح نرجع نغنيها طبعا هايحنا لو كنا داخل الصفت هنغنيناها سوية وشرحناها سوية لكن بسبب الظروف الآن هي تشي اشتركوا في القناة نرجع نقرها تقول I've finished my work I have I've هي اختصار لكلمة I have طبعا هذا الموضوع احنا اخذناه بالدرس السابق عسا رح نرجع نحكي به اللي هو present perfect المضارع التام I have finished اللي هي قلنا قادة تتكومن عبارة عن subject فاعل plus have or has الهاف إذا كان subject الفاعل جمع plural نستخدم له يعني إذا كان الفاعل اسم جمع مثل brothers, friends, etc or I you we they نستخدم لهم هاف أما إذا كان الفاعل subject singular مفرد فنستخدم له هاز مثل علي منا هدا or pronouns singular pronouns اللي هي مثل he وشي والit نستخدم له هاز بعدها نستخدم past participle بعدها نستخدم تصريف ثالث للفعل إنها نستخدم من الفعل finish finish بمعنى ينهي ف past participle التصريف الثالث للfinish هو finished فقط نضيف لأيدي لأننا قلنا لما نريد نحول فعل من من مضارع إلى تصريف ثالث كل اللي نسوي نضيف إيدي للفعل لكن أكو بعض الأفعال الشاذة اللي ما تاخذ إيدي يتغير شكلها بالتصريف الثالث اللي هو أكو بعض الأفعال لا تاخذ إيدي ولا يتغير شكلها يعني مشاذة مثلها إلا أنه شنو تبقى مثل ما هي 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 زي فانا عدنا I finished my work يعني بمعنى أنا أنجز أو أكملت عملي خلي نشوف شنو الأعمال اللي سوتها نظم أن تلاحظون إهن أنا مين هاي كلها بالصور سنرجعون لكم الناقشة تقول I've cleaned the windows and washed the floor I've cleaned يعني I have cleaned لقد نظفت cleaned نظف الباس بارتسبل للكلين cleaned التصريف الثالث للفعل clean هو cleaned the windows الشبابي and washed the floor وغسلت الووش the past participle of wash washed التصريف الثالث للفعل wash هو washed فقط نضيف لإيدي واش معنى يغسم وغسلت الفلور الفلور اللي هي الأرض فتقول لقد نظفت الشبابي كوغسلت الأرض I've swept the path and painted the door I've يعني I have swept swept هي past participle of the verb sweep swept هو التصريف الثالث للفعل sweep sweep بمعنى يمسح swept هو التصريف الثالث لأنه تم مسحها the path path بمعنى الطريق يعني الدرب and painted the door painted إحنا ما أخذيها طبعا إنه هنا أيضا تصريف that past participle للفعل paint فقط نضيف لإيدي فأصير painted ما أخذين معنى بمعنى يرسم إحنا جاية بمعنى يصبغ أو يلون هي تجي فيصبغ فتقول painted the door إحنا أي خوة ما رح تقعد ترسم الباب أكيد لا تقعد تصبغ يشوفوا مثل هذه الصورة زي فتقول أنا مسحت الطريق يعني كنسته and painted the door وصبغت الباب زي ورما كنست وصبغت الباب تسوّت هل هناك أي شيء آخر تريد أن أعمله تقول I've finished my work and want something in you I've finished my work هذا نفس عنوان التايتل ما لاتنا عنواننا يقول قد أنهيت العمل وأريد شيء جديد تريد شغل بعض تقول I've I have tidied my garden and watered the plants I've tidied بمعنى tidied the past participle of the verb tiddy يعني معنى يرتب تصرف الثالث شنو tidied I تحول إلى I تقلب إلى I وتضاف إلى ED هذا المعنى يرتب my garden حديقتي and watered watered هي verb هنا بمعنى يسقي the plants بمعنى النباتات فيعني أنا رتبت الحديقة وسقيت النباتات I've talked to my ankles and talked to my aunts I have talked to my uncles talked the past participle of the verb talk التصرف للفعل talk فقط ضاف لها ED فصارت I've talked to my uncles and talked to my aunts لقد تحددت إلى uncles تجيب معنى عم أو خال هنا جمع يعني عمام أو خوال and talk to my aunts is there anything else you want me to do هل هناك اي شيء اخر تريدني ان اعمله I've finished my work and want something new لقد انهيت عملي واريد شيء جديد طبعا هنا عندنا هواية تصاريف للأفعال كلها تحفظ واتطلع هم هي من هال القطعة وكل انه شنو بس اضيف لأ ايدي للفعل وايضا هسا رح ناخد جدول اون ياكم بال activity book الى وكل ان شاء الله رح تحفظ هنا عندك بالمربع جوا يقول present perfect yes هاللي هي المضارع التام المضارع التام شرحنا بالدرس السابق ومتحن بي يومي الكتروني من خلال قناة التلي جرام يقول لك I have cleaned the windows he hasn't washed the car شوف انه شن طرق استخدام الhave والhas يقول لك عبارة عن have or has plus the past participle of the verb تصرف سات للفعل يقول لك شو كد نستخدمه يقول لك we use it to talk about things that have happened just now today this week this month or this year نفس الفكرة اللي احنا اتحدثنا عنها زين سانيكم خلينا اخذ new vocabularies خلينا اخذ المعاني الجديدة المفردات الجديدة finished انها تصرفي الثالث لfinish فقط نضيف الاد work عمل cleaned نظف الpass participle للفعل clean التصرفي الثالث للفعل clean فقط نضيف الاد windows شبابيك washed غسل نظفنا الاد لأنه الpass participle للفعل wash تصرفي الثالث للفعل wash floor الارض sweep الpass participle ما تسوept مسح او كنس path طريق painted صبغة او رسم ايضا الpass participle للفعل paint painted نضيف لأيدي تعديد رتبة الpass participle للفعل تدي garden حديقة watered سقا the plants النباتات talk talk تحدث الكراس التمارين على صفحة 31 30 here we have lesson 3 هنا لدينا lesson 3 يقول لك complete this table اكمل هذا الجدول انا منطيني جدول منطيني الجدول منطيني مقسمني الى regular verbs و الى regular verbs الى افعال قياسية و افعال غير قياسية و مقسمي الى infinitive past tense past participle الى infinitive الى المصدر يعني المضارع وال past tense الماضي وال past tense التصرفي الثالث لفعل هذا التمرين جدا مهم وحفظه و ان شاء الله نسوي به امتحان زين نبدي باول فعل number one نبدي بال regular verbs نبدي بالافعال القياسية اللي تمشي على القاعد القاعد الى شنية تاخذ ed ف number one يقول cook past tense ماتا cooked past participle cooked شوف مش على القاعد القياسي ياخذ ed cook بمعنى يطبخ زين نجي number two clean clean بمعنى ينظف past tense لل clean شنية cleaned فقط نضيف له ed اما past participle فهو ايضا clean فقط نضيف لأيضا ed زين number three paint paint جنة بمعنى يرسوم يلون يصبغ past participle وال past tense ماتا شنوى past tense ماتا painted الماضي مالته هو painted فقط نضيف لأيضا اما past participle ماتا فهو ايضا painted فقط نضيف لأيضا ed ليش انا افعال قياسية number four talk talk بمعنى يتحدث past tense of talk is talked فقط نضيف لأيدي اما past participle لل talk هي talked ايضا نفسها فقط نضيف لأيدي number five mix mix بمعنى يخلط يخلط the past tense of mix mix past participle ايضا mix فقط نضيف ايدي هاي اول مجموعة اول خمس افعال يسموها regular virus بمعنى افعال قياسية تمشي لنا على القاعدة تاخذ لنا ايدي نجي على المجموعة اللي جوها الباقي الافعال هذا النين بالجدول يسموها regular virus بمعنى افعال غير قياسية يعني افعال شاذة six بمعنى يسمع الماضي ماته هو اما التصرف الثالث ماته هو ايضا ايت ثمانية give بمعنى يعطي الماضي الماضي gave اما التصرف given داشوفون الشون شاذ الشون شكل يختلف داي يختلف الماضي عن التصرف عن التصرف الثالث ماته يختلف ازيان نجي نابر ناين تسعة do الباست للدو هو did اما الباست بارتسب ماته هو done 10 عشرة forget forget بمعنى ينسى الباست ماته forgot اما الباست بارتسب ماته فهو forgotten زيان 11 go الباست تيانس للgo هو went اما الباست بارتسب للgo فهو الgun داي تشوف شون شون داي يختلف لانفعل شاد go يذهب زيان 12 12 12 12 eat eat بمعنى يأكل الباست تيانس الماضي ماته هو 8 اما الباست تصرف الثالث ماته فهو eaten 13 13 drink بمعنى يشرب الباست الماضي ماته فهو drunk بال a اما الباست بارتسب التصرف الثالث الى فهو drunk بال u 14 آخر وحدة هي buy بمعنى يشتري الباست الماضي فهو boat اما الباست بارتسب هو ايضا نفسه boat تمام هذه الافعال تحفظ جدا مهمة نحفظها على مودة ان شاء الله نمتحم بيها نحفظها هي ومعانيها والاملاء مالتها نحفظ الفعل بال infinitive بال باست 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 بارتسب تمام زي اذن تحضيرنا للدرس القادم هو فقط عبارة عن حفظ الجدول اليسار بصفحة 31 بالاضافة الى تحضير اخر ان شاء الله عودهم ينزلكم على قناة التليجرام الى تحضيرنا الى تحضيرنا اليوم اتمنى تكونوا ايشي مواضح اي خلال اي سؤال او ا好了 اهشي موضح اشترا 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 اشتركوا في القناة